الاعتزال الحقيقة احنا نسمع عن موتش اعتزال ممكن لعيب كرة يعمل موتش اعتزال ويعتزل لها بالكرة وسمعنا عن فنانين يعتزلوا وفي ناس تعتزلوا هي في قمتها وفي ناس تعتزل بعد ما يكون العمر تقدم لها وفي ناس تعتزل الظروف خاصة بيها اتجاوزت مش عايزة الاضواق تلاحقها او تلاحقه غالبا بيبقى قرار حاريني ما بيبقاش قرار رجالي يعني مش هتلاقي راجل يعتزل ان انا هتزل في سن مدري ليه؟ عشان يعني انا بالتالي يعني مش حبقى عايزة الناس تشوفني وانا بتقدم في العمر وهطلعي خبر اعتزال؟ يعني هتطلعي للصحافة والمواقع تتصلي بصحابك الصحفيين وتقول لهم انا عايزة خبر اعتزالي حبدا ارفض 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 لغاية ما انا استنساني وخلاص عايزة اكبر في سلام حلو مش حلو حلو يعني انتي ممكن تخيالي ان مارل ستريب تبقى معتازلة لان هي دلوقتي عمداها حاجة ومساويني حاجة انا بقولك بس هي برضو خدت جواز كبيرة وبتقى وهي في سن متقدم فانتي برضو مبتايعن بالعكس باللوقتي شغالين على اقناع هدي انها متعتزلش كل مرحلة وليها حلويتها لا هتقتنع لانه هو يعني هي طبيعة شغلها كمان هي من طبيعة شغلي وانا يمكن انا عشان كمان انتي اول حاجة قلتها قلت اعتزال الكورة او الرياضة الرياضة ليها عمر افترادي صحبا مش هتقدر تلعب الا انت شاب وعندك باور وعندك طاب انك تلعب فاعتزالة عشان كده حتى ماديا بيحاولوا يعوضوا لعب الكورة او الرياضيين بياخدوا ارقام كبيرة جدا وهو الافترادي اللعيب الكورة قد يا والله دلوقتي يعني بقى بعد كريستيانو ميسي كم هم 36 مثلا كريستيانو دلوقتي داخل على الاربعين يعني كم يا شباب؟ الحضر يبطل مثلا حاجة واربعين سنة فهي مبقاش فيها مخيص محمد عبد المنصف بيلعب لحد دلوقتي وهو حاجة واربعين سنة فهي على قد ما بتاخد بالك من صحتك وطبعا الطب الرياضي تتطور جدا وتقدم جدا فبقى مش زي زمان بقى اللعيب يقدر يبرفورم ويلعب لسن متقدم حلو فدي في حتة الرياضة لكن في شغلانة مثلا ان انت ممثل او مزيع او حد بتأثر في الناس بأعمالك دي ملهاش عمر يعني ملهاش عمر افتراضي وبالعكس انت كل سن وليه حلوته وكل سن فيد كاركتر بتاعه فسواء راجل او ست يعني احنا مثلا يعني مثلا فيه نمازج كلنا بنعشقها بنعشقها وهي صغيرة وبنعشقها وهي هي مش كبيرة انا بشوفها لسه يسرى لان هي عملت لنا اعمال كتيرة جدا واثرت فينا كتير جدا طبعا بالسن بالعكس الست لما بتكبر بيبقى ليها وقار كده ويبقى ليها جمال من نوع تاني جمال من نوع هو جمال على فكرة لسه يعني جمالها كست لسه موجود انت تفضل تقنع في هادي كتير؟ لا والله ينبكي المهمة فيش حاجة اسمعت زيدي طبعا اقنعك يعني عنده نظر تحترم طبعا اشتركوا في القناة